خلقوا المجد فكانت هتافاتهم الطريق الأول إليه في يوم لم يكن له شبيه خرجوا لتشكيل ملامح التاريخ من جديد وأمام قمع ممنهج وسلطة بوليسية سعت لتأبيد ذاتها هتفوا للحرية والسلام أدركوا تطورات الأحداث بصورة مبكرة وأعادوا صياغة المشهد بشكل لم يشهد له الوعي اليمني ممثيلا لم يكن فجرهم فجر فبراير مجرد يوم عابر في التاريخ اليمني بل مثل الفكرة الأولى لتأسيس منهج اللاعنف الذي استند عليه الشارع في جميع مسارات نظاله وعلى الرغم من محاولات النظام القمعي الحثيثة دفع حراكهم إلى مربع العنف والحرب الأهلية والتهديد بالصوملة إلا أن شبابها ظلوا متمسكين بسلمية خيارهم وأدوات ثورتهم السلمية وإضافة من أنهم تمكنوا من نقل الثورة من ساحات الحراك الشعبي وتحويلها إلى حراك سياسي شامل وصل جميع مؤسسات الدولة إلا أن عوامل عديدة لم تسمح للثورة أن تنضج مشروعها لتخلق انقلابا على كل خيارات وأدوات الشعب الديمقراطية فكما كان هناك ثورة خلقت أيضا الثورة المضادة وكما كان هناك فعل جاء رد الفعل محاولا تمسى كل تطلعات المجتمع اليمني ومضادا لحركة النضوج الذي وصل إليه في فبراير وعلى النقيض تماما جرفت الثورة المضادة العملية السياسية وتنصلت من جميع المرجعيات الوطنية ووضعت الشارع اليمني في وضع لا يحسد ومأزق وجودي جديد فبات أمام خيارين إما القبول بسلطة الانقلاب أو مجابهتها والدخول في حرب يقاسي تبعاتها المجتمع ككل تمكن نظام الانقلاب من منع التغيير وإعاقة تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وحول الجيش والأمن ومؤسسات الدولة المدنية إلى ميليشيات خارجة عن النظام والقانون أسقطت الثورة المضادة كل ملامح التغيير السلمي والانتقال السياسي وأعادت إلى المشهد إشكالية احتكار السلطة من جديد وأمام انقلاب مكتمل أركانو ما تزال إرادة التغيير تجابه من أجل إعادة حلم الدولة المغدورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر